موسيقى السحة والجمال لون جديد للحياة المساء الخير عليكم كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة مولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ويا رب كده كل سنة وانتوا بصحة وبخير ودايما واحنا مع بعض ويكونوا معي في البرنامج وكون بفيتكوا دايما ببرنامج بتاعي وكون بوصل لكم كل اللي انتوا عايزينه وكل اللي بتطلبوه مني النهاردة يا جماعة اسيسا سؤال عنوان حلقتنا النهاردة او موضوع الحلقة بتاعت النهاردة زي ما وعدتكوا الحلقة اللي فاتت انه هو خاص بتشابك الشعر لان كان عندي اكتر من عميلة اتصلت بيا وبعطيتلي سؤال علشان تشابك الشعر وخاصة كانت معي هبة الصباح سألت على تشابك الشعر وانا وعدتها ان انا هخصص لها حلقة لتشابك الشعر الاسبابه والعلاجه بس كمان انا كنت وعدت كل مشاهديني بان انا كل اسئلتكم اللي هتنزل عندي على البيتج ان انا هذكر اسماء الاكوينتات بتاعتكم وهقول كمان الاسئلة بتاعتكم وهقول انتوا عايزين ايه بالضبط وهحاول اللي هقدر هجاوب عليه في الحلقة هقدر اقوم باجابة عليه لكن طبعا بفكركم في البداية خالص قبل ما نتكلم عن كل الكلام اللي انا قلتلكم حاليا دلوقتي المسابقة البرنامج طبعا زي كل حلقة بفكركم بالمسابقة والعشر اكوينتات اللي فيزوا معايا انا بقولهم اللي جاوبوا صح على السؤال اللي نزل على البيتج عندي يوم السبت اللي فات والسؤال كان بيقول ايه المادة اللي بيتكون منها حمامي الكريم وكانت الاجابة هي مادة اللانونين مادة اللانونين مسؤولة عن تركيب حمامي الكريم وعن تطرية الشع دي كانت الاجابة على سؤالي بتاع الحلقة اللي فاتت العشر اكوينتات اول عشر اكوينتات جاوبوا صح هم امل السبكي الراجية ربها دنيا عامر منال خليل محدش خد رأيك مصطفى خليفة دودو جمال منا الدسوقي حنا خلف واخر اكوينت لولو عمر يا رب حظ سعيد للعشر اكوينتات وان شاء الله تكسبوا معايا واللي ما يكسبش معايا الحلقة دي حاول مرة واثنين وهيكسب معايا في الحلقات اللي جاية باذن الله والجايزة بتاعت الحلقة بتاعت النهاردة ان شاء الله جايزتنا اللي هتكسب معايا في اخر البرنامج اللي هقوم بالسحب عليها هتكون هتكسب سيرم للشعر هنبدأ دلوقتي الاسئلة اللي جتني على البيج والردود عليها واسماء الاكوينتات زي ما وعدتكم اول اكوينت كانت بتسأل اكوينت اسمه ردوة باسم وردوة باسم قالتلي يا ريت لو تخصصوا وقت الوصفات عن شعر الاطفال لو تفلق شعره خفيف وبيلولوا على طول ممكن يتعالج ازاي حاضر يا ردوة انا اسيسا هخصصلك حلقة مخصوصة علشانك علشان مشاكل شعر الاطفال وبرضو مشاكل شعر الاطفال جاتني كتير جدا وكله بيسأل عليها فحاضر يا ردوة انا هخصصلك حلقة ان شاء الله لمشاكل شعر الاطفال وانتي متابعة جيدة للبرنامج بتاعي وان شاء الله هرد عليك بإذن الله الاكاونت التاني ايات يوسف قالتلي بالضبط طبعا انا بقول كلامكم بالضبط اللي مكتوب عندي على البيج قالت شعر بيقع ومقصف وفيه اشرة نفسي اعالجه ويرجع زي الاول بالنسبة للشعر المقصف والشعر اللي فيه اشرة انا اتكلمت في حلقة من حلقاتي كاملة عن اشرة الشعر واسبابها وعلاجها ياريت يا ايات تدخولي على اليوتيوب وتتفرجي على البرنامج بتاعي على حلقة الاشرة انا ايلة فيه كل حاجة تخص الاشرة اسبابها وعلاجها ووصفات كمان طبيعية للاشرة وان شاء الله هتكون مفيدة جدا بالنسبالك لان الناس كتير جدا جربتها وقالتلي الحمد لله جايب نتائج مذهلة معيهم اكاونت قوشة احمد بتقول لي ازاي العروسة تهتم بشعرها قبل الفرح وتهتم بيه قبلها بمدة قد ايه حاضر يا اوشة اسيسا انا كنت هخصص برضو حلقة كاملة للعروسة وازاي تجهز شعرها وهتجهز قبلها بقد ايه فهخصص لك حلقة يا اوشة وهقول اسمك وهقول اسم الاكاونت برضو معي في حلقة اللي بتخص شعر العروسة عندي اكاونت دودو جمال بتقول لي انا مشكلة شعري انه كان تقيل جدا وبسبب استشوار والبيبليس اه اتأثر وبقى ضعيف وخفيف ومتساقط ايه الحل اللي يخلي شعري يرجع تقيل زي الاول انا قلت قبل كده وقلتلكم كلكم لكل السيدات ان استشوار كتير والبيبليس غلط جدا لان انا مش كل مخسل شعري هستعمل استشوار وبيبليس استشوار بيقدي الى جفاف كامل للشعر وحلقة النهاردة هتكلم عن التشابك وعن جفاف الشعر وهيكون فيه الرد على سؤالك يا دودو كمان عندي دلوقتي كمان في اكاونت نونا لوف نونا لوف بتقول يا ريت بتقول مش عارفة سؤالك بصراحة يا نونا هو سؤال خاص برضو بالقشرة ماشي هو اتقرر عندي للمرة التانية يا نونا واسيسا سؤالك عن القشرة برضو يا ريت تابعيه على اليوتيوب وهتلاقي الاجابة وهتلاقي وصفات طبيعية لك ولاء سامي بتقول لي عايزة اعرف لو طفلة شعرها برضو بيلولي واعالجه ازاي يا ولاء انت سؤالك زي سؤال رضوة بالزبط وانا خصص لكم ان شاء الله حلقة مخصوص لكم لمشاكل شعر الاطفال في اكاونت شيمو الطيار كانت سألت على معاد البرنامج واحنا جاوبناها ويا رب يا شيمو تكوني متابعة معايا دلوقتي وقالت برضو انا شعري في قشرة كتير جدا وجربت شامبهات ضد القشرة كتير لكن مفيش نتيجة وكمان شعري مقصف جدا وفي جفاف مع انه ناعم ومش جاف خالص برضو الجفاف الشعر والقشرة حوضر هنتكلم على جفاف الشعر والقشرة في اكاونت زهرة الزاوي زهرة الزاوي من المتابعين ليا جدا وهي معجبة بالبرنامج ومعجبة بيا وشكرا لك جدا يا زهرة على ذوقك وعلى كلام المجاملة وكلام الجميل اللي قلتيه بس سؤالك كان بيقول انا كنت عاملة فرد مرتين واخر مرة من سنة واخر مرة كانت من سنة المهم شعري باص جدا وتقصف وسقط جامد وجف وكل حاجة وحشة حصلت له عايزة اعالجه الاول بمجموع الزيوت طبيعية عشان اقدر اتشجع واعمل بروتين بصي بقى يا زهرة انتي سؤالك اللي احنا بتكلمي على الفرد انا قبل كده حذرت الناس كلها من فرد الشعر لانه هو مليان كيميكالز ومليان بوتاس وفيه مواد مضرة جدا للشعرية والمواد اللي موجودة في الفرد هي مواد بتنشف وبتقصف وبتقتم الشعرية وبتوقعها فحذرت كذا مرة بلاش فرد يا جماعة اللي فيه كيميكالز البروتين هو اقمن حاجة لعلاج الشعر والفرد الشعر ومنعها يشان الشعر والتطريط الشعر ولمعينه فانا عندي البروتين هو اقوى علاج ليا لجفاف ونشفين وتطريط الشعر ليه ألجأ ليه مواد الفرد اللي هي المضرة جدا اللي بتقتلي الشعرية وبتشيل الطبقة الخارجية اللي هي مسؤولة عن لمعين وتطريط الشعر بتشيلها تماما فياريت نوقف كريمات الفرد نهائي وتعالي شرفيني يا حبيبة قلبي في السنتر هشوف شعرك وهنشوف احنا ممكن نعمل ايه مع بعض ونشوف لحد ما توصلي انك تعملي بروتين زي ما بتتمني وده كان اخر اكاونت معي في الاسئلة اللي جاتلي وانا دايما مستنياكم مستنيا اسئلتكم وزي ما وعدتكم هذكر اكاونتاتكم واسئلتكم دايما في كل حلقة هنرجع بقى لموضوعنا النهاردة لموضوع حلقتنا وهو موضوع تشابك الشعر وكانت هيبا الصباح سألتني عليه هنقول في الاول اسباب تشابك الشعر ايه السبب اللي بيخلي شعري يتشابك اسباب تشابك الشعر نمرة واحد جفاف الشعر يبقى انا برضو يا جماعة برضو برجع برجع وبقول جفاف الشعر لان الجفاف والتشابك يعني عملة الوجهين العملة الوجه واحد انا عندي جفاف شعر وتشابك اللي اتنين حاجة واحدة نمرة اتنين الاستخدام المفرط للمواد الكيموية اللي هي الفرد اللي انا لسه متكلمة عليها دلوقتي ان احنا عندنا مواد الفرد الكتير جدا والمليانة كيميكال بتنشف وتوقع الشعر وكمان من كتر نشفين الشعر للمواد الكيموية اللي هي مواد الفرد بتقدي الى تشابك لشعري ناس كتير جدا عملت فرد ولقيت في النهاية شعرها بيدخل في بعض وبيتشابك ونشف جدا وبتلاقي صعوبة جدا في تسريحه تالت سبب معي لتشابك الشعر الشعر المقصف نهايات الشعر المقصفة لما بيكون عندي شعر مقصف من تحت وبسيبه وانا كنت قلتلكوا قبل كده ان لازم كل شهرين اشيل جزء صغير من اطراف شعر المقصفة ان انا بعمل عملية تطهير لشعري فلما انا بسيب الاطراف المقصفة بالشعراية بتفتح اتنين وبتفضل تفتح تفتح لحد ما توصل لاخر الشعراية بيلاقي الشعر كله شكله مقصف وبقى عامل زي القش وبيبقى هايش جدا بيبقى شكله ويهش جدا فبيتالي الشعر المقصوم اتنين لكل شعر بيلاقيه بيتشابك وبيدخل في بعض وبيعمل لي نفس المنظر رابح حاجة كمان غسيل الشعر بطريقة خاطئة يعني ايه ان انا بخسل شعر فيه ناس قالتلي كتير انها بتخسل شعرها بالصابون والصابون حاجة غلط جدا لغسيل الشعر وكمان بتخسل شعرها يوميا يبقى اخسل شعر يوميا وبصابون اللي فيه سودة كوية وفيه مواد مضرة جدا للشعر وبخسل شعري بيه يوميا كده انا قديت لي جفاف كامل لشعري اخر حاجة الاحتكاك دايما بين الشعر والمخدة في نومي بالليل الناس كمان اللي شعرها طويل لما بتنام بالليل وشعرها بيحتك بالمخدة بتقوم الصبح شعرها كله متشابك فما ينفعش ان احنا ننام وان احنا سايبين شعرنا وبتكلم على الناس اللي شعرها طويل الناس اللي شعرها قصير ممكن مفيش مشكلة في النوم مش هيحصل لها تشابك في شعرها وهقولك دلوقتي علاجه ازاي دلوقتي يا هبة طيب علشان اقضي بقى دلوقتي على تشابك شعري انا ممكن اعمل ايه للقضاء على تشابك الشعر هعمل نمرة واحدة ان انا لما باجي اخسر شعري وخلي بالكم معي دي نقطة مهمة جدا عشان سيدات كتير جدا بتقع في الغلط فيها تيجي بتخسر شعرها بترفع شعرها بالشكل ده هنا وتخسر تحط الشامبو هنا وتروح رفع شعرها الفوق وتبدأ تعمل كده المنظر ده كله بلاقي الشعر دخل في بعضه وفيه تشابك يبقى انا ما شد الشعر الفوق وما ارفعوش بالشكل ده وابدأ ادلك في شعر بالشامبو ده هيقدي لتشابك شديد جدا في الشعر وممكن فكه يكون بصعوبة بالغة يبقى انا ما ارفعش شعري هخلي الشعر دايما هو نازل بالطريقة دي على دهري من وراء وببدأ اخسل الشعر ونزله ونزل الشامبو كويس قوي واشتوفه كويس قوي وهو نازل بلاش نرفع شعرين الفوق علشان ما يتشابكش وده كمان للناس اللي هي شعرها فتليتر وفيعة قوي بتبقى معرضة لتشابك شعرها بصفة مستمرة وبصفة كبيرة جدا كمان نمرأ عندي بعد كده نمرأ اتنين كمان لازم لازم الناس اللي شعرها بيتشابك ان هي تحط حمام كريم على شعرها لازم حمام كريم للناس اللي شعرها بيتشابك حاجة مهمة جدا يعني انا بعد ما بخشت في شعر كويس قوي بالشامبو احط حمام كريم كتير جدا على اطراف الشعر والاطراف مهمة وابدأ اصرح بمشت واسع جدا هو احنا قلنا قبل كده تسريح الشعر والشعر مبلول بيبقى حاجة مش كويسة للناس اللي شعرها عادي وطبيعي بس الناس اللي شعرها بيتشابك في الغسيل مشت خشب وابدأ اصرح اطراف الشعر من تحت انا هحط هنا خليكم معايا بحط حمام كريم على الاطراف الاخيرة وبعدين بمشت واسع بس ياريت يكون اوسع من المشت ده كمان هبدأ ان انا اسلك الشعر من تحت كده واطلع بالتدريج من تحت الفوق يبقى انا بسرح من تحت واطلع بالتدريج لفوق لحد نهاية الشعر لحد لما وصل لأول الشعر هنا لكن انا ما سرحش من البداية من اول شعري وشد لتحت هلاقي يحصل ايه هلاقي يحصل انا عندي تشابك في النص هنا ولاقي قتلة شعر في النص عندي موجودة في الحتة دي وممكن معرفش اصرحها نهائي وتبقى عقدة كبيرة وفي ناس كمان كلمتني وقالتلي ان احنا رحنا للأسف لقوافرات معرفوش حتى يفقوها فاسهل حاجة عنده جاب مقص وشل شعرها طب ما ينفعش طبعا يا جماعة الكلام ده خالص انا بسرح من تحت الفوق وبالراحة وهو فيه حمام الكريم وبمشت واسع جدا ده للناس اللي شعرها بيتشابك في الغسيل لان الناس اللي عندهم بتشابك اكتر حاجة بتتشابك في الغسيل وبتبقى عندهم مشكلة كبيرة غسيل شعرهم بعد كده انا بشطف الشعر كويس جدا ولما بشطفه بعمل حركة مهمة قوي الحركة دي ان انا بحط اطراف سوابعي بدخل سوابعي في شعري وابدأ افك شعري كده باطراف سوابعي بفك هنا باطراف السوابع انا كده بفك الشعر باطراف سوابعي بالشكل ده علشان لو فيه اي تشابك افك التشابك وفي نفس الوقت انا ما بقطعش في الشعر بحاول على قد ما اقدر ان انا شعري ما يتقطعش للناس اللي عندها تشابك بطرق مختلفة سواء بمشت واسع جدا او باطراف سوابعي وابدأ افك الشعر هنتنع فاصل يا جماعة دلوقتي وبعدين هكمل كلامي معاكم وانتظروني بعد الفاصل هتكلم معاكم على اشرط الشعر واسبابها وعلاجها هنتكلم عن حالات الشيب والشيب المبكر وامتى الشيب المبكر بيبتدي وايه علاجه وايه حالاته طب ايه حمام الزيت وايه حمام الكريم وامتى اعمل حمام الزيت وعمله ازاي وامتى اعمل حمام الكريم وعمله ازاي كل الشامبوهات يا جماعة بتبقى زي بعض كل الشامبوه بيكون زي بعض اللي هو موجود في سوديوم كولورايد فأنا أي شامبوه عندي باستخدمه مفيش مشكلة طالما أنا بخففه بمي شارك مع أمل يأتيكم الجمعة في الخامسة مساء برعاية رجعت لكم بعد الفاصل عشان نكمل كلامنا على إزاي إن أنا ممكن أعالج مشكلة تشابك شعري هكمل الكلام معاكم وهنقول إن أنا بفك كمان تشابك شعري بإن أنا بحط سيراً بعد ما بخسل شعري كويس قوي وحطت حمام كريم وصرحت شعري وسبته ينشف شوية بيبقى مندي يعني نيشف بالنسبة 80% من المية بعدين ببدأ أجيب سيرام والسيرام للناس اللي شعرها بيتشابك حاجة مهمة جداً بس ياريت سيرام يكون أوريجينال ويكون أسيساً يكون من منتج موثوق فيه ويكون أصلي ما تكونش حاجة تقليد بحط السيرام كويس قوي على شعري وببدأ أسلكه بالروحة بيبقى طري جداً والسيرام بيفك تشابك الشعر وبقدر أسرحه بسهولة من غير ولا شعرية ما تتقطع في شعري كمان حاجة تانية للناس اللي أنا قلت اللي شعرها طويل وممكن تنام بالليل على المخدة وشعرها طويل وتسحى الصبح تلاقي شعرها كله متشابك بعمل إيه للعلاج ده؟ إن أنا بعمل دفيرة بس دفيرة واسعة بلاش دفيرة قوي ديقة علشان ما تعملش كيرل لشعري دفيرة واسعة قوي وبعدين أنام بيها والصبح أقدر أفك الدفيرة هلاقي شعري زي ما هو وده للناس اللي شعرها طويل مش للناس اللي شعرها قسير كمان حاجة كمان إن أنا بعمل حمام كريم مرة في الأسبوع مع حمام زيت يبقى مرة في الأسبوع عندي حمام كريم ومرة حمام زيت وحمام الزيت حاجة مهمة جداً بس زي ما اتفقنا حمام زيت لجدور الشعر وحمام كريم للأطراف علشان أقدر أعالج مشكلة تشابك شعري لو هو من الجد وأقدر أفك تشابك شعري من الأطراف طيب هنقول زي ما أنا عودتكم دايماً معي على وصفات طبيعية لكل حالة من الحالات النهاردة عندنا مشكلة تشابك الشعر هقول لكم وصفة طبيعية تفك تشابك الشعر وتخلي شعر كطري جداً أول وصفة معي وصفة البلسم البلسم ده بيبقى مزيل أساساً لتشابك الشعر بس هنقول البلسم هنستعمله إزاي عشان البلسم مع بعض الناس ممكن يسبب مشكلة أنه وينشف شعرهم شوية طب أنا استعمل البلسم إزاي للناس اللي عندها تشابك بجيب ربع فنجان من البلسم ونص فنجان من المية في إزازة تكون سبري وحطهم مع بعض ورجوهم كويس جداً البلسم مع المية يعني أنا خففت البلسم بالمية نصه نص فنجان مية وربع فنجان بلسم وبعد كده باخد الاسبري ده ورشه على أطراف شعري من تحت من بعد 15 سنتي تقريباً ببدأ أرش هنا على الأطراف هنا على الأطراف شعري وبعد كده ببدأ أسرحه واسيب البلسم موجود على شعري اللي هو فيه مية دي أول وصفة ودي سهلة جداً طيب اللي مش بيحبه ممكن يعمل أو يحط بلسم أو فيه بعض الناس بتشتيك من البلسم إنه بينشف شعرهم وفيه ناس تانية البلسم بالنسبة لهم حلو جداً وبيطر شعرهم طيب الناس اللي مش هنستعمل لهم بلسم ممكن نستعمل لهم إيه وصفة تانية الوصفة التانية وهي وصفة حلوة جداً من معلقتين زيت الجوبة ومعلقة الجلسرين وعشر نقط من زيت الروزميري هنقول المقادير مرة تانية عشان الوصفة دي مهمة وياريت تكون معيك وراء وقلم وتكتبوا وراء اتنين معلقة زيت لوز حلو اتنين معلقة زيت ججوبة واحد معلقة جلسرين عشر نقط زيت روزميري والزيوت يا جماعة دي اللي أنا بقولها لكم موجودة عند العطار لأن الناس كتير بتقولي طب نجيب وصفاتك منين كل اللي أنا بقوله موجودة عند العطار عند أقرب عطار ممكن تجي به بس يمكن زيت الججوبة من أغلى الزيوت زي وزي زيت الأرجان من زيوت الغالية جداً وممكن تكون متواجدة عند بعض الناس بس هتلاقوها دوروا عليها تكون متواجدة إن شاء الله وزيت الججوبة حاجة حلوة جداً وأكتر زيت اللي هو بيطر الشعر جداً وبيغذي وبينعم الشعر وبيفك كمان الكيرلي بتاع الشعر طيب أنا هعمل إزاي الوصفة دي أنا بجيب كل مكونات الزيوت اللي أنا قلتها وبحطها برضو في إزازة سبري لأن الناس اللي عندها تشابك لازم أرش من بعد الشعر كل اللي أنا بقوله فبنجيب في إزازة فيها سبري كل مكونات الزيت وبكملها لأخرها مية يعني نص الإزازة مكونات الزيت ونصها مية برجها كويس قوي 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 ومن بعد عشان أخفف الزيت ومن بعد أبدأ أرش على الشعر وبرضو أسرحه وأسيبه لأن الزيوت مع المية بتخيفه الزيوت دي حلوة جدا وبنبدأ نصرح بيها الشعر ودي كمان بتفك زي ما أنا قلتلكم تجعيد الشعر يعني مع الوقت مع الاستمرار هلاقي شعري لو فيه كرلي خفيف هيتفك وهيبقى طري وممكن يبقى ليس معي ده بالنسبة لتشابك الشعر وكان أهم حاجة عندي لتشابك الشعر وأول حاجة أنا قلتها هي إيه اللي بتؤدي للتشابك جفاف الشعر طيب إيه بقى شكل الشعر وهو جاف جفاف الشعر عشان في الأول أعرفه وأبدأ أحمي شعري إن أنا ما وصلش لشعرية تشابك جفاف الشعر شكل الشعرية بيكون بهت جدا وببقى ناشف جدا وببقى عامل زي الأش لو أنا بص للشعرية حسها إن هي أش وإن هي بهتة وما فشلة معين نهائي ولاقي الشعرية ممكن تتكسر طب الشعر ده بيتكون أنا عندي الشعرية بتتكون من 3 طبقات فيه طبقة خارجية اللي بتحمي الطبقات التانية الداخلية للشعر فالطبقة الخارجية دي لما بتنتهي أو لما بتضيع بالمواد الكيموية بكتر السشوار والبيبليس هي اللي بتعمل هيشان شديد جدا وبتعمل جفاف شديد جدا للشعر طيب أسباب بقى جفاف الشعر إيه؟ إيه سببه علشان نعرف نعالجه؟ أسبابه ممكن تكون مشاكل وراثية يعني هتقولولي بالوراثة بجفاف الشعر أيوة لو أنا عندي ماما بابا عندهم شعر جاف بيتورسوه الأبناء رقم 2 عندي اللي هو فقدين مرونة الشعرية ألاقي الشعرية مش مرنة يبقى الشعرية كده يبقى ده سبب من أسباب الجفاف لو الشعرية بقت شمارنة معي خلاص كده بقت الشعرية جفة جدا كمان المواد الكيموية أنا قلتها كذا مرة اللي هو الفرد الكيموي للشعر الغسيل المتكرر بالصابون المناخ الجاف والحر جدا يعني الناس اللي عايشة في مناخ جاف وحر جدا بيبقى أغلبهم شعرهم جاف بطبيعة الجو إنه هو بيبقى جاف قوي بيبقى حر قوي فبيأثر بالتالي على الشعر كمان مشاكل الغدة الدرقية بتسبب مشاكل خطيرة جدا للشعر من جفاف من تساقط من هيشان فيا جماعة لازم أدور على الغدة الدرقية لو عندي مشاكل في الغدة لازم أدور إن أنا أعالجها ودي حاجة مهمة جدا سوء التغذية لو أنا ما باكلش بانتظام ما باكلش تلات واجبات في طار غدا عشا ويكون أكلي في نسب حديد وفيتامين وزنك ويود اللي تساعد على تغذية جسمي وشعري ده طبعا بالتالي بيؤدي برضو لتأثير شديد جدا على الشعر الجفاف وتساقطه كمان عندي التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس فيه ناس بتطلع بشعرها في الشمس وتتعرض لشمس لفساعات طويلة جدا الشمس أساسا بتأثر على الشعر وبتدعف الشعرية وبتنشفها كمان الناس اللي بتنزل حمام سباحة كتير والناس اللي بتتمرن سباحة حمامات السباحة المية مليانة كلور فكلور بيأثر على الشعر وبيخليه جاف جدا يبقى ده عندي أسباب مشاكل جفاف الشعر وعايز أقول لكم بس معلومة بسرعة كده الناس اللي بتنزل بسين والناس اللي بتنزل بسين وشعرها بيبقى بتنزل في كلور وبيجف عايز أقول لكم أول ما تطلعوا من حمام السباحة أكبر غلط إن أنا أجيب شامبو وأخسل شعري بيه لأ أنا لازم أشطف شعري بمية كتير جدا يعني بنزل المية في كلور بمية تبقى المية اللي باخد بها الشوار اللي بخسل بها شعري وبعد كده أحط حمام كريم ودي حاجة مهمة أحط حمام كريم على شعري أسيبه من خمس لعشر دقايق وأشطفه كويس جدا وبعدين أبدأ أسلك شعري لكن ما حط الشامبو أبدا لإنه بيتفاعل مع المية اللي فيها كلور من تمرين السباحة أو من حمامات السباحة طيب إيه بقى أعراض جفاف الشعر أعراضه يمكن أنا قلتها بسرعة إن احنا بنلاقي إن الشعر مفوش لمعة ولا فيه أساسا بريق كمان بلاقي فيه تشابك شديد جدا في الشعر يبقى إحنا كده رجعنا إن التشابك والجفاف هم دايرة وحدة أنا بدور على التشابك ألاقي سبب الجفاف لو أنا عندي جفاف بيؤدي للتشابك يبقى أنا لازم أعالي كويس جدا جفاف الشعر كمان أعراض الشعر الجفاف الشعر الشعر الخشن جدا لو أنا مسكت الشعر ولقيته خشن قوي يبقى هو جف خلاص مفوش أي زيوت طبعية زيوته الطبعية روحت من الشعرية فبقى الشديد الجفاف كمان تكسير الشعر لو الشعر تكسر يعني أنا فيه ناس بتقولي أنا بمسك شعري كده ألاقيه بيتكسر يعني جزء نص الشعرية من فوق والنص التاني بيطلع في إيدي فالشعر بيتكسر طب بيتكسر ليه؟ ما هو نشف جدا زي لو معي أنا عصايا نشفة جدا لو عملتها كده هتتكسر لكن لو أنا معي عصايا مرنة أو جلب لما بعملها كده بتبقى مرنة جدا عمرها ما هتتكسر لكن تكسير الشعر نتيجة النشفان الشديد والجفاف الشديد للشعر كمان من أعراض أعراض جفاف الشعر الهرش الدايم في شعري والحكة حكة الشعر والهرش هو سبب من أسباب جفاف الشعر الناس ممكن تستغرب تقول يعني الحكة دي نتيجة أن الشعر أعرف أن شعري بقى جف أيوة لو الشعر عندي طبيعي عادي أو دهني وابتدى يتحول للجفاف بلاقي فيه هرش دايما أو حكة مستمرة في شعري نتيجة جفاف شديد للشعر لأنه بيأثر على فروة الراس كمان احنا قلنا أن احنا ما بنلاقيش أي مرونة ولا أي لمعين ولا أي تطرية ده أعراض جفاف الشعر طيب أنا كمان لازم نقول وصفات برضو وصفة طبيعية علشان نتخلص من جفاف الشعر عندي وصفة حلوة جدا لجفاف الشعر وتخلي شعري طاري قوي اكتبوا بقى معي برضو ورايا كده بورق أو ألم نكتب معلقة زيت زتون يبنا ايه عندي معلقة زيت زتون وهجيب سفار بيضة معلقة زيت زتون وسفار بيضة واثنين معلقة زيت خروع هقول مرة كمان معلقة زيت زتون وسفار بيضة واثنين معلقة زيت خروع هنقلب كل المواد دي مع بعض يعني زيت الزتون على زيت الخروع على سفار البيضة بقلبهم كويس جدا وبدربهم كمان كويس قوي وبعدين ببدأ اوزعه على خصلات الشعر بس بمسك خصلة خصلة يعني ما بعملش زي حمامي الكريم انا حمامي الكريم قلت انا باخد الشعر ككتلة واحدة هنا وابدأ احط الكريم على شعري كله من برا لكن ده الوصفة دي انا لازم اقسم الشعر معي خصلة خصلة وبحط خصلة خصلة في الوصفة بتاعتي بمسك خصلة مثلا ادي دي كده هنا هو بالشكل ده ووزع عليها والتوزيع بيكون من فوق عندي من هنا لحد تحت يبقى انا بوزع من فوق من عند الجدور لحد تحت بعكس تماما حمام الكريم يبقى بوزع هنا كده من فوق من هنا من عندي من الجدر لحد الاخر وجزء جزء من شعري كله لحد لما بيكتمل الشعر كله وبعد كده بروح بحطه في بني بلاستيك وبسيبه حوالي نص ساعة في البني وياريت اعرضه لسخونة لبخار او لفوتة سخنة وبعدين اشطف شعري كويس جدا ومن مجموعة الزيوت واسيبه لما ينشف هتلاقي في مرونة وحيوية في الشعرية كمان بسرعة كده في وصفة تانية مهمة جدا لتطرية الشعر والعلاج جفاف الشعر وهي وصفة يعني مجربة وناس كتير جربتها وحلوة جدا الوصفة دي هنقول بسرعة موزة مهروسة هجيب موزة مهروسة وبيضة كاملة هجيب مشتفار البيضة او بيض البيضة البيضة زي ما هي وثلاث معالق كبيرة عسل نح وثلاث معارق كبيرة لبن وخمس معالق كبيرة زيت زاتون بخلطهم كلهم مع بعض وبسيبهم على شعري نص ساعة وبعدين بشطفهم كويس قوي خلاص وقتنا كده يا جماعة انتهى وهبدأ معيكو بقى مسابقتنا طبعا انتوا انتظرتوا معايا اللي هتكسب معايا المسابقة النهاردة من العشر اكوينتات هقوم بالسحب دلوقتي عليها هنشوف سعيدة الحظ معانا هي مين سعيدة الحظ معايا الراجية ربها سعيدة الحظ معايا اكوينت الراجية ربها الف مبروك الاكوينت الراجية ربها كسبتي معايا سيرم للشعر واهلا بيك راجية ربها وتفضلي بكرا ان شاء الله في السنتر عندي اتصلي بالتليفون نحددلك معايا الاستلام جايزتك واشوفكو دايما على خير واشوفكو على سعادة باذن الله بجمعة جاية الساعة خمسة باي باي اشتركوا في القناة